وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وصرح متحدث الرئاسي بأن الاجتماع تناول جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمين إلى ذلك وجه رئيس السيسي بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرمة كما استعرض الاجتماع الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدني فضلاً عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر وكذلك تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم تمويل الموجه لها حيث وجه رئيس السيسي بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق وضمان استدامتها نظراً لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني